لساحتنا ساحة الإطار التنسيقي أيضا مع آلاتها ومشاكلها وإفرازاتها وأكو مماحكات وأكو مفاوضات وتقدمت الكتل قبل فترة بثلاثة أسماء للإطار التنسيقي نعم وبحثت كل هذه الأسماء وبدون الحاجة إلى سيفيات كل اللي تقدموا بهم ناس معروفين واحد من عدهم أنا من خلال برنامجك هنا في هذا البرنامج قلت أنه أنا زرت مضيفة وصليت وراء وهذا الحجي قبل أن يمكن ما كان أحد يهمس بمنت شفة أنه يقال الحلبوسي بالطريقة التي أقيل بها لكن نحن كان عندنا مجساتنا وكنا نعرف بعض التفاصيل وما يخنع عليك ولا على جمهورك بهذه التفاصيل منذ ذلك الوقت إلى اليوم إلى اليوم نتأمل أن تعاد الروح إلى رئاسة مجلس النواب من الخطأ الكبير أنه ننتظر كل هذه الفترة لكن الكرة في ملعب الأخوة الأعزاء والإجماع السني هو الذي ممكن أن يضع المطرقة بأي واحد من عدهم زين الآن في ملعب الألو لم يتفق الأخوة السنة على مرشح محدد وجاءوا كل يدلوا بدلوه من خلال مرشحه مثل ما أنت صليت قبل وراء سسم سالم العيساوي الآن تقدر تصليمنا صلاة قبل عقد البرلمان وتدبئنا بالرئيس القادم لا ما يحتاج أن نصلي وراءه لكن ممكن نذكر بعض صفاته فهو محمود في صفاته يعني وليس يعني ما تحتاج أن نصلي وراءه لأنك قد صليت وراءه من قبل لا لا أبدا لا أبدا الرئيس الجديد قد يحصل هنا أكو اختلاف اختلفة الأمور لأسف رئيسنا الجديد من صفاته أنه محمود محمود في أخلاقه في صفاته في خبرته في كبر سنه وليس سالما من النقد والأمور الأخرى تعرف إحنا كلنا بشر وخطارون عميثاق وماك سالم اليوم يعني ليس سالم العيساوي ما يصير سالم من الأذاوي هذا تهمه نعم يعني نقول ليس سالما يعني ليس سالم العيساوي مرشعكم يعني ليس سالم من النقد اليوم أنت أبو سجاد أعلامي ومعروف وتقرأ ما بين السطور أكو واحد اليوم سالم من النقد سالم من النقد هذا الجو الديمقراطي ماكو أكيد سالم من النقد شنو علاقته بسالم العيساوي سالم العساء ما يصير القصيد لا القصيد مو فلان يصير وفلان ما يصير لكن شوف الواقع الشيعي اقرأ جيدا ابو سجاد انت قارئ جيد وجمهورك ايضا يقرأ جيدا ما اليوم الاطار التنسيقي هي قيادة شابة ليكون معاونا او قل الرجل الثاني او قل النائب الاول لرئيس مجلس النواب قيادة شابة شيعية يراد لرئاسة مجلس النواب ان تكون مطبخا سياسيا يعني برجل بعمر كبير في سن كبير بخبرة متراكمة وبمعاون الى او نائب اول شاب هذا الى التنظير وهذا الى تنظيج القرارات اليوم يراد لرئاسة مجلس النواب ان تعود المطرقة بيد والقرار باليد الثانية المطرقة لن تكون صاحبة اكثر من دقة على الخشب هذا واجبها هاي وحدة من الطروحات اللي نسمعها يوميا الطرح الاخر اللي ممكن ان تسمع اليوم في اجواء وانا صريح معاك بالمناسبة انت اليوم طالبتني حصريات اليوم الاطار التنسيقي هم مو قلب على قلب مثل ما يقولوا هاي حصريه لك اليوم الناس في الاطار التنسيقي ايضا ملت من الكهول وهذه الكهول اللي يسعى اليوم الى ان يجيب رجل كهل الى رئاسة مجلس النواب يحاول بصورة او باخرى ان يحاكي النموذج الشيعي يعني هذا السنة قدمه انسان راكز وخبرة وعمر كبير ليش ما يرجع افلال لرئاسة الوزراء وهو راكز وقاد العراق لدورتين وعنده خبرة طويلة ومعمقة في ادارة الملفات وادارة الدولة هاي اجواء الاطار التنسيقي وهذه تفاصيل التفاصيل انشأت يا ابو سجاد انه نفكك بعد اكثر وندخل في اعماقها انا مستعد انا مستعد باعماقها انا قلتها للعمارة صدياي المطرقة بيد والقرار بيد المطرقة راها تكون بيد محمود المشهداني والقرار سيكون بيد محسن المندلاوي كم من لي يعني اعتقد انه محسن المندلاوي بسعى يعني بطريقة او باخرى الى ان تنجز الاستحقاق الانتخابات مجالس المحافظات اولا هو يوم السبت سوف يكون تحت المجهر وتحت المراقبة وتحت الكاميرات والعدسات لمن سوف يصوت عنده هو متحالف بمجالس المحافظات مع الاطار التنسيقي وعنده استحقاق وممكن ان ياخذ لنا نائب فني نائب اداري رئيس مجلس محافظة اي واحدة من هاي التفاصيل والجزيات الصغيرة لكن العين عليمن العين على انه هل سوف يرفع يده مع من ترتضي يعني المندلاو راح يصير محافظ ابو ميثاق المندلاو راح يصير محافظ والاطار يجيب بديل اليه لا 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 بروتوكوليا بروتوكوليا لا هو نائب رئيس مجلس النواب زيان يعني شرفيا وبروتوكوليا ما راح ينظر لي ان يكون محافظ لكن لكن تحالف الاساس اللي هو يرأسه وهو كونه وشكله ودخل بين انتخابات ممكن ان يشهد اقل من درجة محافظ لانه نظام النقاط اوجب عشر داخل اطار التنسيق اقصد نظام النقاط اوجب انه لكل محافظة سعر المحافظة عشر نواب عشر مقاعد للكتلة ابو ميثاق حتى لا تيه انت ولا تيهالي انتم اتفقتم مع السيد المشهداني انت لك المطرق الدق والمندلاوي قرر وافق المشهداني على هذا يعني اذا وافق واذا لم يوافق الرسمة الرسمة قريبة مما تتفضل بحضرتك بشروط بقضها وقضيضها يعني وافق ما يوافق مهم ونوابه هل يدعمون مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس النواب المن راح يصوتون هاي مهمة جدا المن قبل انتخابات مجالس المحافظات كان التنافس انه الدجاجة من البيضة لو البيضة من الدجاجة واحد يقول خل نقدم انتخابات المحافظات واحد يقول لا خلنقدم يعني اختيار رئيس مجلس النواب اليوم حضرت اليوم حضرت الحاجة انا اليوم اريد يعني اثبت انه هاي كانت مهمة جدا واخذت من وقت الاطار التنسيقي وقت طويل حتى قدمنا مجالس المحافظات على اختيار رئيس مجلس النواب هي مولي انه فلان زعلان وفلان ما ما قدم اسماء فلان لا هي تفاصيل التفاصيل وهي غرف المكاتب السياسية تسهر ليل نهار على انضاج هذه الامور لانه هذا مصير دولة ومصير شعب ومصير امة ومستقبل بلد ومستقبل اجيال وهذه الامور اللي الملفات اللي ديرها اليوم وليطار التنسيقي وحكومته حكومة حمي الشعر سوداني بالتالي تمثل الوجه الاكمل لطار والله انت من اهل الله تحتيها مقشرة يعني الان التفكير باختيار رئيس مجلس النواب تحت شعار اسمك رجل يهواي عن وحشة الليل هاي العمايرتشيات احنا الكواض مماء النبي هاي حسجة الحسجة انا ابن بغدار لا تغرقني فتنا والطموصني بهذا انا ابن بغدار وولاتي وولاتي ببغداد وبغدادي بس دولة هنة وانا اريد اقول لك يا يا كظماوي تحت هذا العنوان رئيس مجلس النواب بياناتنا الله انا قلت وكنت واضح وشفاف واكرر انه يراد هناك مزاج سياسي انا اسمع اشركت اذني انه يرغب بعض قوى الاطار التنسيقي بوجود نائب اول لرئيس مجلس النواب شاب وطموح وقوي انه يحمل ما يراه الاطار التنسيقي مناسبا للدولة ويروح ينفذ ويوعز للمطرقة انه دق على الخشب انه صار قرار انه تم التصويت لم يتم التصويت هكذا هذا الشيء يحتاج الى يعني هرم من الكهل من الكهول ان يجلس ويمسك المطرق عبيدة وتمضي الامور بهذا الاتجاه هذا السياق وبمنفع اخرى انه راح الغاز المجتمع نقولهم احنا بحاجة الى ان ايضا رجل كهل وخبرة انه يتسنم منصب رئيس مجلس الوزراء بالعراق مرة ثانية